تحافظ عليه تسقي تسقي هذا الزرع إذا لم تسقي هذا الزرع نزل الإيمان وإنت تعرف مثلا في رمضان تقول أشعر أن يزيد الإيمان بالإقاءة الإخوان يزيد الإيمان صلي الفجر في جماعة وأحضر أذهب إلى الحج أذهب إلى العمرة كذا صح أسباب سميها العلماء أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات دراسة التوحيد من أسباب زيادة الإيمان يقول الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى أربع أشياء أولا كثرة الطاعات ودراسة التوحيد والتفكر في مخلوقات الله وترك المعاصر هذا إيش أسباب زيادة الإيمان ضدها أسباب نقص الإيمان ترك دراسة التوحيد ترك الطاعات ارتكاب المحرمات ترك التفكر في مخلوقات الله ترجمة نانسي قنقر